السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه النشرة الجوية خاصة بحالة التقس بالمغرب ابتداء المنيوم قد رياح قوية على مرتفعات الأطلس في الأقاليم الجنوبية للملكة محتمال دخول عواصف راديا قوية جدا على وجدة بإذن الله والمرتفعات الأطلس وطلحاج وكيكو خنفر وإيفران وكذلك ميدلت وابني مللل واتباينت وكلمدين وأنزم زعيمين تانت وثيرودانت بإذن الله أما بالنسبة ليوم الجمعة أجواء غير مستقرر محتمال استمرار للتقرب الجوي على المرتفعات الأطلس والجهة الشرقية بالنسبة ليوم السادة بحول الله فيتوقع دخول أمطار جد محتبر ومحتبر أمطار راديا غزيرة قوية على وجدة وتوريت وخنفر مرتفعات راديا فطلحاج وبعنان وابو عرفة وكذلك أمزميز وإيكو يمدين وإيمان تانوت بالنسبة ليوم الأحد دخول للتقرب كذاك جد قوي على المرتفعات الأطلس محتمال زخات راديا جد متفرقة بالنسبة ليوم الاثنين دخول أمطار جد قوي بإذن الله على مرتفعات الأطلس وكذلك الشمال الشرقية ومرتفعات الريف وكذلك أمطار راديا جد قوية قدوم أمطار عاصفية وقوية وأمطار جد قوية ومتلتاء دخول أمطار راديا جد قوية على عدة مدن على خريب قوفاس ووجدة ومراكش والنواحي وكذلك على أقادير وقلميم والصمارة وبإذن الله بوجدور والدخلة والقويرة أو سرد أمطار قوية قريبا على جميع مناطق المملكة بإذن الله ابتداء كذلك من يوم الأربع استمراء هذه العواصف الراديا والأمطار قوية قريبا على جميع مناطق المملكة بإذن الله أمطار راديا قوية قد تؤدي إلى بعض السيول في بعض المناطق فالمرج الحيطة والحضر والله تعطينا الشتعل قد نفع بالنسبة كذلك اليوم الخامس أجواء غير مستقر فقوة مرتفعة الأطلس وليوم الجمعة كذلك أجواء غير مستقر محكمة عواصف رادية قوية والخريف قادم بقوة